اهلا بحضراتكم بعد الفاصل زي ما قلت لكم تاريخ كبير لنجمنا في حلقة الليلة حدش عمله لهو اللي عمله نفسه سطر اسم بحروف من دهب في النادي الاهلي في الكرة المصرية وشرف الكرة المصرية في اوروبا سواء في سويسرا او في المانيا زي ما قلت لكم من الاصابة اللعينة هي دي العاقة الوحيدة بالنسبة لللاعب هو بيلعب هاني اخبارك ايه الحمد لله يا كبت رب الله خليك كله كويس انا مبسوط انت موجود معنا انا سعيد والله جدا احنا عصبنا عليك بقى بعد عذاب لا خالص ده بيت يا كبت انا عارف طبعا احنا بنبدأ هاني لما بنكلم عن نجمنا بنقوله انت بدأت كرة فين هاني انت بدأت كرة عصي الناس تلك كده كان محترف في المانيا محترف في سويسرا انت لهابت في الشارع كنت محترف في عبدين في عبدين انت من حي عبدين انا من عبدين طبعا بداية بداية اي في الشارع اه في الشارع حضراتك عارف في التسعينات وما كانش متاح اوي موضوع موضوع الاندية وكان يعني كنا بنطلع طاقتنا في الساحات السويارة دي اه في الساحات والشوارع دورات رمضانية كنا بنلعب فيها فدي بدايتي مع الكرة شراب عادي جدا زي اي حد ويمكن ما كانش عندي وانا بلعب ما كانش عندي طموح ان انا العب في نيدي يعني انا بلعب مجرد حاجة بحبها بلعب في يعني بلعب في الشارع بلعب في المدرسة كان فيها بتحب الكرة اوي اه طبعا احنا عائلة قروية جدا وبنحب الكرة وعشقين للنادي الاهلي كل عائلتنا يعني انت وفرت عليها اقولك انت تحب الاهلي انا عائلة اهلوية جدا جدا ودايما في الاجواء خاصة طبعا مباراة الاهلي والزمالك بيكون بالنسبة لنا مش يوم المباراة قبل المباراة بتحضير يعني احنا نتفرج كلنا نتفرج على المطش فين عند حد عند خالي عندنا في البيت عند اثريا اه اثريا وكلنا بنتجمع حوالينا التلفزيون طبعا كانت اجواء جميلة جدا جدا مشوار 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 مع كورتل كان زيبا اول حضرتك انا كنت في عبدين وبلعب كورة عادي مع صحابي يمكن في فترة من الفترات كان يمكن لما كبرت شوية يعني مش كبرت كان عندي حوالي 8-9 سنين انت بدأت في الشرع وسنة كم سنة؟ ونتغير سنة كم سنة؟ وانا كنت يعني ارجع من المدرسة انزل اروح كان عندنا عند أسر عبدين كده كان فيه ساحة كبيرة ايه فتوحة كنا بنحاول نلعب فيها كورة سنة سنة كده سنة بقى 7-8 سنين كنت صغير مزيتش عن كده اه و كنت معروف بقى في الحي بتاعك انك بتلعب بس كانوا بيقافوني جون في الأول يعني ولد صغير كنت دلخ كنت بالعب مع الكبير وحدك عارف الجون اللي هو طبعا كلنا لابناء طبعا فكان يعني كنت بالعب لغاية بدأت اخش شوية والعب معهم كنت بالعب مع ناس اكبر مني شوية لاني 8 سنين كنت صغير طبعا هل حارس المرمى بقى انت فكرت الوقت احنا مشوف حراس المرمى الوقت ايه بيلعبوا ليبرو اه بالزبط بيلعب اخر واحد في الملعب وبيلعب بريجلي وبتاع هل حتة جول كيبر اللي انت لعبتاها دي دي ساعدتك في الحتة اللي انت حرك لا ولا كانتش لسه ما كانتش طبعا لسه يعني كنت صغير 8 سنين كنا بنلعب يعني حاجة بنتبسط بيها ما كانتش لسه بتخيلنا ايه التكنيك بتاع الكورة ولا ولا كل واحد بيلعب بموهبته وبطبعا مع مرور الوقت شوية زي ما انت بتقول اه اتعرفت شوية وبقى هاني مطلوب في الدورات الرمضانية مع فرق اتكازة ومزهور الدورات الرمضانية عملت من اسم هاني عملت شكل يعني مش اسم هاني لكن خلاص شهرة اه هاني اتعرف انه هو بيلعب كويس صغير كنت لسه صغير يعني تسع عشر سنين مع البدايات دي بدأ شوية والدي خاف من موضوع الشارع شوية ما كانش بينزلك كتير اه يعني هو كان طبعا يعني هما طبعا في الوقت ده حضراتك عارف الاهالي كلهم المدرسة يقولك الدراسة عندي الدراسة وبقى بني لو فلاحت بسا كده تروح اماكن كتير فهو خاف علي من الجزئية دي طب خاف عليك تأثر على دراستك ولا خاف عليك انت خاف علي مني يعني اللعبة في الشارع عامة خاف علي من الدراسة ان انا اهمل دراستي شوية واجواء الشارع نفسه يعني يعني برضو في سنه صغير اكيد يعني ما كانش مطلوب اول ان انا ابقى في الشارع ست سبع ساعات اكيد اكيد فجات اللحظة بقى انه هو يعني خلاص يعني عائلة اهلوية طيب وانت بتلعب في الشارع كده مين اول واحد شافك وقال لك هل كان معاك لعيبة زمالك رعبه في اندية تانية ولا ما كانش في عامة لا يعني انا لما روحت سوبر بتاعه لما روحت اختبرات النادي لالي وحاجة لا انا مكلمش على جمعا ايه الاختبرات لكن محدش كامل يعني محدش كامل محدش كامل سماعت وكان موجودة لكن كان على مستوى مثلا كان فيه فرق بالاسماء اه طبعا معروف في الاحياء صبر مصمر دوت ده معروف لعيب كرة وكان بلعب في ايطاليا وجيه ولعيب كرة شراب كويس كان فيه اسماء كده لعيبة كرة الشراب في التسعينات بالزرق بالنسبة للاحياء في الحياء بالزرق